موسيقى 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 اعتمت فيها على الخضار على الماشروم على الكورومب اول وصفة معي هي ميكس رهيب عايز اقول لكو ان انتو لما تجربوها هتقولوا ايه ده هو احنا ازاي ما فكرناش قبل كده الكورومب اللي بنقطعه ونحطه على السلطة بتاع الكورومب السلطة ما عملناهوش قبل كده بالطريقة دي تعالوا لكونا قصدي ايه يلا بينا عندي هنا يا جماعة كورومباية بتاعة ساعة بتاعة الكولوسلو نشي انسوا بقى الكولوسلو دلوقتي انا حاجزوا كورومباية دي اجيبها اقطعها اتفقنا اتفقنا عايز بقى كباية فاصول يا بيضة مسلوقة طبعا انا سألقى كل حاجة عندي هنا بقى ايه زعتر فريش كباية طحينة كباية ذبيدي ملح وفلفل اسود عندي كمون شطة زيت زيتون وطوم مفروم وعصير لمون وكمان عامل زي صلطة بصل بسيطة يعني ايه بقى صلطة بصل كده البصل احمر جوليان اللي هو بيدينا تسكيرة حلوة في الصلطة هجيبه اقطعه ايه جوليان رفاية كده وبعدين احطه عليه شوية خل ابيض او خلطه فيها ملح وفلفل اسود شوية زيت زيتون ويه للتقديم ايه خضران ديك شوية تبقدون شوية ثبت عايز اقولكو المقادير هي فين المقادير يا بيبح معناها من الوصفة بدي اوه ممكن نشيل الفاصولية البيضة ونحط مكانها حمص تخلو بالكم فالفكرة هي بقى هنا في ايه؟ الوصفة هنا في ايه؟ يعني التركيبة دي حنتمشى عندنا صلطة على البارد صح؟ لا الفكرة عندي هنا بقى ان انا هشوي الكرمباية دي مش هعملها على البارد مش هعملها على البارد دي يعني ايه؟ انا هيجيبي الكرمباية الحلوة بتاعتي دي وبعدين اروح اطعوها بالشكل ده من هنا شكرا اهي اتقسمت عندي نصين ااجي بقى اشيل بس الحتة اللي بره دي واروح اقطع دي كده نصين وبعدين اقطع دي نصين واروح اقطع دي كمان اهي عندي بقيت ايه على شكل هلال قطعة سوننا تمام تمام اروح جاية دي كمان اطعوها الاول نصين واروح جايبة دي كده واروح جايبة دي كده اتفقنا اتفقنا هعملي بقى دلوقتي هتبل ده ودخلوا الاول الفرن هشوي زي ما قلتلكو عندي هنا اهو الكرمب طبعا ها يطرق فاكرين ما عملنا بيتا الكرمب حاجة كده زي كده حاجة كده حاضر بصوا انا هجيب حاجة اكبر علشان دي صغيرة حاضر اهي نجيب دي نحط فيها بصوا كرمبايا واحدة تديني كمية حلوة جدا هعمل ايه بقى يا جماعة دلوقتي خليط خليط عبارة عن ايه هقولكو حالا عندي لسه اتنين هحطهم هنا بقى خلاص كده يلا الخليط ده بقى عبارة عن ايه هجيب الطحينة وتبلها واحط عليها شوية زيت هجيب الطحينة وهتبلها وحط عليها شوية زيت نجيب كده بولس وننونة ونحط فيها كل حاجة احنا عايزينها اهي حب الطحينة صغيرين تمام واحط طبعا احتاج طحينة تاني حط عليها بقى شوية شطة وكل الحاجات اللي على جنب كده اللي انا بحطاها في كل حاجة اللي هي ملح وكمان عندي هنا فلفل اسود رشة كامون رشة بابريكا واهم حاجة بدا كله زيت الزيتون ليه بقى علشان يقرمش لي عندي هنا شوية الكورومباية اهي وادهن بقى وادهن عندي هنا بقى ايه بصوا بقى تديها الون ازاي انتو عارفين يا جمعن احنا لو مش عايزين حاجة تلزق في اه يعني كيك مش عايزينه يلزق في الصانيه اللي هندخلها الفورن ان سوي كيك مثلا في الصانيه تعارفين ان انتو لم تدوه فرشة طحينة الحاجة ما تلزقش ما تلزقش ما تلزقش فرشة طحينة الحاجة ما تلزقش وكتير بحط مش هتتخيله للبسبوسة فرشة الطحينة دي فعلا ما بتخليش الحاجة تلزق خالص فهنا بقى هتديها أرمشة ومش خليها تلزق خالص عندي هنا في الصوج وطعم طبعا ليه لان انا حطة هنا في الطحينة دي تدبيلة حلوة حطة ايه شو هتشطة طبعا اختياري طبعا يا جماعة كل ما قول الشطة اقول لكم ايه اختياري علشان انا عابطة رجاءات تقولينجي بتحب الشطة قوي يا فيبا انا عارفة بس انا بقول اختياري طبعا الشطة من الحاجات الحارقة علشان كده بنحطها فيه لكن هي من الحاجات الحارقة بس طبعا في المقبول يعني في المعقول بس كده انا هنا دهانت ايه كل الكورومب عندي بيء الخلطة البسيطة دي اللي هتديله طعم ويه ارمشة تعالوا ندخلها الفرن طيب حتيتشوي اكون انا بقى حضرت عندي هنا طحينة وزبدي حضرت بقى ايه طبعا كده رئيسي عندي لما تطلع تترس عليه ايه عارفين كده ناخد بقى؟ هتضملوا في صندوتشات تكلوب كده كسلطة بس هي سلطة غريبة عجيبة جميلة هدخلوا الفرن ونروح لفوصل ناجا نشوف هنعمل ايه؟ استنونا عايز اقول لكم الكورومب ماخدش وقته خالص ولكن وهو كده بيتشوي انا هعمل ايه بقى؟ البيزة ما قلتلكو عبارة عن ايه؟ عبارة عن طحينة عايدي صلطة الطحينة صلطة الطحينة مفروش عليها الكورومب المشوي ويه عليها زبادي وطبعا على فكرة ممكن ايه؟ لو انتو نظام الغذائي بتاعكو النباتي من غير البين فهنشيل خطوة الزبادي وكمان لو صايمين فنشيل خطوة ايه؟ الزبادي طيب حط عليها ايه بقى؟ كعادة ايه؟ صلطة الطحينة نحط عليها توم ولمون وكمان رشة الشطة اللي قلنا عليها ساعة رشتي كبيرة شوية وكمان احط شوية ايه؟ بقى دونس كده ولف كل ده اهو وبرضو هتب العادي جدا بيء الملح ويه؟ الفلفل الاسود الكمون والبابريكا كلون مع شطة واقلم اعملت ايه بقى؟ نايد اقول لكم انا عاشقة للسلطة البسيطة دي الطحينة بالزبادي بكل الحاجات دي شوية بقى دونس حطوها جنب اي ما شويات يا جماعة وتفرجوا على الحلاوة دعالوا بقى الله الله تفرجوا لي كده الكرمب بعد ما تشوى ايه رأيكم في الفكرة؟ جامدة وبسيطة اهي عندي الكرمب تشوى عندي هنا باقي باعلوا كده الطبق بتاعي هروح منزلة في ايه؟ الطحينة اهي بيء الزبادي صلاة اللي انا عملتها وافرت بقى بالشكل ده علشان ارصص عليه مين؟ الكرمب المشوي خلاص وبعدين اروح جايدة بقى الكرمب بتاعي بصوا هتقولوا يا فيفا مش غلبة كل ده يا جماعة الوصفات دي بالنسبة للناس اللي هم عايشين حياتهم على الخضار والبروتين النباتي وما بياكلوش لهم الناس الفيجيتيريين او الناس الواجن الناس اللي هي رفضة خالص اي بروتين حيواني بقى كظروف صحية مرضية او توجهاتهم عايزينها او حتى الناس اللي بتصوم فالافكار دي بتكون بالنسبة لهم يا سلام على السعادة اللي بيبقوا فيها تعالوا بقى راح بصوا ملزقتش خالص ازاي وطلع معي الواحدة بواحدتها اهي مبتلزقش معي وروح حطاها هنا اهي الله وراح واخده التانية وروح حطاها هنا بس كده طبعا بمنتغل سهولة بشيل اهو وتانية حلواتها كده وهي طرية بقى ومشوية خاطيرة اهي خلاص هعمل ايه بقى دلوقتي واشيلي بحاجات دي ورعه علشان ايه ما تكركبليش الدنيا واعمل ايه بقى مشان قلتلكو عندي هنا شوية البصل دول انا ايه هروح متابي لهم اهو عادي جدا بشوية اللمون اللي عندي وبرده راشد ملح بسيطة قوي راشد فلفل اسود قولنا هنحط معلقة خل وقولنا ممكن تبقى خل تفاح ممكن نخلى بيض عادي ويكامين بابريكا ويكامون ويبصوا بقى انا عايزة ادعكلي بقى البصل ده علشان يتبلي بكل حاجة انا حطتها اهي بس كده طبعا ممكن احط كمان ايه على البصل هنا شوية زعتر الله صدقه اول محطت الزعتر ريحت الزعتر ثلاثة على طول اول ما ايه حركت كده ايه دي فيه خصوص ان هو فريش كده ريحته ايه ثلاثة على طول تمام خلاص انا كده ايه بخرت او تبلت او عملت كده زي صلطة ليه البصل اروح واخده بقى ده كده مشي واروح حط ايه هنا كده حبة هنا حبة هنا حبة وهنا حبة اهو وكمان الفاصولية وممكن استبدلها بالحمص واروح حط هنا حبة اهو موسيقى يا جماعة انتوش متخيلين الطبق ده على القدم هوا بسيط بس اللي يقدر ياخد شريحة واحدة من الكرمب المشوي ده ويكلها مع شوية السلطة الجانبية اللي هي بصل فاصولية ويطحينة من تحت ايه مش عايز اقولكو اديها تحسوا ان انتو ايه ده احنا احنا معدتنا تمالت ليه بقى؟ علشان الكرمب أساسا مليان الياف وعندي هنا كمان حط فاصولية بروتين بس كده بصوا بساطة الطبق بص اساسا طالع عامل شكله ازاي؟ خطير رغم ان هو بسيط بس هو خطير طيب تعالوا نقدم الطبق الخطير بتاعنا ده حطوا هنا وتعالوا اشيل ايه كل الحاجات دي علشان الله بصوا مقرمشة حفظ حلوه حلوه طعمها خطير متعالوا كمان نلم ايه الليه لتده علشان ندخل في الوصفه الحلوه قوي اللي ايه بعدها ممكن نخلي هنا معينا البقدونس علشان تعارفين انا بحب ايه ارش على طول رشات حلوه كده على ايه الاكل كفايدة وك ايه كطعم وكطبعا ايه صورة حلوه يعني تحسوا كده الاكل ملون ندخل على اللي بعده يلا ندخل على اللي بعده زبطت التونية كده ويروقتها اللي بعده بقه هنعمل بطاطس عارفين البطاطس بتاعي زمان احنا دي اللي هنعمل اللي ايه عبارة عن ايه بطاطس فانيه يعني تهيقلي مفيش حد فينا امهاتنا مكادش بتعمل لنا ايه البطاطس دي من قديم الازل طيب هنعملها ازدي هقولكو هنعملها ازدي اول حاجة عندي هنا بطاطس مسلوقة عندي بصل مفروم ناعم عندي كوباية من البقسمات ممكن استخدم ناشا عندي ثلاث فصوص توم مفرومين معلقة كبيرة صلصة محتاجة كمان حزمة بقدونس مفروم نص يعني عارفين كده نص الايه او لو عندك الحزمة صغننة فاناخد الحزمة بحلها عندي شطة حمرة كامون ويه بقى بعد كده اروح منزلاها في بيض وبعد كده اروح حطها في فيجيتار واتفرجوا على حلوتها نقول كمان نقول كمان يلا بينا انا هعمل بطاطس يا جماعة بطاطس البانين بطريقة سهلة جدا جدا ومش هتاخد معي وقت هتديني كمية والولاد هيحبوها قوي وطبعا مغزية ايه هي بقى اقولكو حالا البطاطس هسلقها وحط عليها بصل مفروم ناعم كوبان البقسمات ثلاث فوسوسطوم مفرومين معلقة كبيرة صلصة بقدونس ملح وففل اسويت شطة كمان بهارات دي دايما اقولك ايه دي بتاعتك البهارات بتاعتك انا ما بحبش الكمون اخدتوا بالكو ان من مكالمات ناس جاي تقولك لا انا ما بحبش الكمون لا انا بشوف المففل اسويت حامي عليها خلاص شلي اللي انتي مش عايزيه واحط كمان كمون ويه للتغطية بقى محتاجة بيضة ممكن عليها ايه شوية لبن وبعدين ننزل فيه فيجيتار طيب هاعمل ايه يا جماعة كالمعتاد هاجيب البولة بتاعتي وايه هاهرس البطاطس واحط عليها الاتي طبعا البطاطس عندي تكون مسلوقة كويس اوي خصوصا اللي انا هاهرسها لو ما كانتش مسلوقة كويس اوي اللي هيحصل هلاقيها عملت ايه كتل معي لازم تبقى مهروسة حلوة اوي بالشكل ده كده ومسلوقة حلوة قوي علشان تبقى سهل عندي في الهرس طب انتو عايفين ان انا وانا بهرس احب ايه كده احب ابحر يلا نحط علشان يبقى مرة واحدة ايه دي الملح وزي ما قلتلكو كتير قبل كده خلوا بلك البطاطس بتشرب الملح وعندي فلفل اسود وعندي ايضا كمون والبابريكا اهي بشرة الشطة اختياري انا هنعملها للاولات طبعا فمش هنحط شطة ولا الكلام ده وهنحط ايه شوية التوم كمان وكمان بالعكس هتديني كمية بس كده هرستها الهرسة اللي هي مهم جدا بس اتأكد انه كله اتهرس وكله تمام ما يبقاش عندي اي تكتلات او اي قطع لسه ايه ما طالهاش ايه الهرسة اهي طيب تمام ناك كده حلو اكبر هحط ايه زي ما قلتلكم بقسموت خلاص وقلنا هنحط ايه كمان بصل وهنحط بقدونس ممكن احط لها فلفل الوان ممكن احط لها اللي انا عايزة بس على شرط وانا بحط لها الحاجات دي يعني اخد بيلي محطش حاجات تخلي فيها مية محطش حاجات تخلي فيها مية فهتبقى نفككة معية اهو هلبس بقى جوانسي علشان الاملم كل ده وبعدين اروح ايه كسر البيضو ويحطوها عندي هنا في طبق وعندي فيجتار او بقسمات على فكرة ممكن بيض بس خلو بقى لكوين ممكن بيض ممكن بيض بس وممكن بيض وبقسمات وممكن بيض وفيجتار فاللي متاح عندك اعملي بيه والنتيجة تطلع حلوة جدا ما بقلي هاش قلي عميق ليه لان انا كل حاجة عندي هنا مستوية فما بقلي هاش قلي عميق قمال بعمل ايه هقول لكم حالا بعمل ايه ادي كده عندي خلاص كده كل دول هاشلهم وهكسر هنا البداية اهي وطبعا هروح برضو رش عليها كالماتاد رشة الملح الفلفل الاسود وهروح رباها اهي تمام هتقولولي يعني بيضل الكامية دي كلها لا طبعا انا بس ايه هوريكو وهحط عليها كمين ايه ممكن شوية لبا بس كده اهو وتعالوا بقى ايه انها جن عندي دي كلها ونشوف هنحتاج بقسمات تاني ولا لأ وقلتلكم ممكن نحط ايه يا جماعة ممكن نحط نشا اهي وشي كده انا هحتاج طبعا بقسمات تاني اهي يبا انا حطيت كل ايه كم متر بقسمات اللي عندي هعمل ايه بقى دلوقتي هروح مسكة وعملة زي ايه عارفة عارفين كنا عملتها كنا عملتها كنا عملنيها قبل كده اللي هي عاملة زي الكبابي اللي هي زي الكفتة الغمراوي بنفس الشكل كده نعملها او نعملها على شكل ايه عادي جدا صوابع زي ما انتو عايزين اهي مسكة طبعا نفسها اروح اعملها كده عندي هنا الطاصة بتاعتي سخند احط فيها شوية زيت اهم بقولكم مش قالي عميق وبعدين اروح حطه فين بقى في البيض مطلعة من البيض حطه فين في البيجتار او زي ما قلتلكم ممكن اكتفي عادي جدا بالبيض بس ممكن جدا اكتفي بالبيض وبرده هتطلق خطيرة بس انتو عارفين يا جماعة فيجتار او بقصمات هيتطعمها اكتر وانا بحب اكتر ايه الفيجتار اهي واروح حطها عندي في الزيت وعمل تاني اخدتش معي وقت هو بس سلق الخضار عندي هنا مش كتير بس انا اقدر اكتر وحط كل حاجة انا عايزها ممكن ابشر كوسة وحطها على فكرة ودين بالك انا بشتغل بايد في البيض والايدي التانية في البقصمات علشان ما هتضرش فيه او في الفيجتار عشان ما هتضرش فيه خلاص اهو اخدتش وقت خالص معيها ايه رأيكم اشك الحبة واقليهم ونرجع نشوف هنقدمهم ازاي وهناعمل كمان معينا لسه طبقين احلى من بعض استان لنا نيجي بقى للحظة اللي طانت دينا بتحبها جدا وهي ان انا بخط ايه الخضرة على الحاجة اللي انا عملتها وبعدين ننزل بقى بشوية النعنيع برضو كده على ايه بس كده ايه رأيكم طب بزمتكم شكلها قبل ما حط البقدونس والخضرة احلى ولا بعد شوية البقدونس والنعنيع دي احلى وصفة بسيطة وسهلة وعايز اقول لكم بقى في الكنترول عندي كيش عيش بلدي خير سيدة عندنا عيش بلدي لا عندي كيش مش عارف ايه طلبات بقى هتعجبكم جدا جدا بسيطة وسهلة وتجنن ويمغازال الولاد وعلى فكرة نقدر نعملها في ال اير فراير ممكن ندخلها الفرن مش شرط بس ان احنا نقليها تمام تمام اهو يا جميعا وصفات هاي مغير لحمة ولا فراير ما قالتش لأ خطيرة وتجنن وتشحي تشحي يعني مش هو انا كل ما احنا متضررين والزمن غير لعب تشحي صدقوني البركة في البيت مش بالاكل البركة في البيت بيء الونس والامان والسلام ويء الحب اللي ما بيننا طيب تعالوا بقى بعد الدرس الايه الاخلاقي ده ندخل على طاجن الحمص ايه طاجن الحمص ده وصفة سهلة جدا جدا خطيرة تعتبر لوحدها الطبخة احيز اقول لكم قبل كده انا عملت ايه طبيق حمص طبيق طبيق اه طبيق بس حطيت معا ايه حطيت معا بتنجان حطيت معا بطاطس حطيت معا خضار فلفل مش عايز اقول لكم قد ايه قد ايه الوصفة دي طعمها حلو جدا جدا ويه صحية ما فياش اي حاجة ممكن تبقى وهطاجن وطبيق وخضاء حلوة قويل تعالوا اقول لكم هنعملها ازاي يلا بينا كبايتين حمص حمص كبايتين حمص مسلوق تمام محتاجة بقى اربع بصلات جوليان اربع طماطمات متقطعين مكعبات ولا وشايلة عم التقطيع اضربين فو الكبه نص ضربة وبعدين عندي هنا فلفل احمر مفروم وفلفل حار حلقات زيت زيتون معلقتين كبار صلصة ملح وفلفل اسود كامون بابريكا زاتر وللتقديم نعناها فرش تاني طوجن الحمص عبارة عن ايه كبايت حمص اربع بصلات متقطعين رفيعين جوليان كده يا جماعة اهو خلاص وبعدين عندي هنا طماطم متقطعة وممكن جدا زي ما قلتلكو اروح ضربها في الكب هنوص ضربه عندي كمان هنا فلفل احمر مفروم ممكن ابدله فلفل احمر اللي هو الحلو ممكن ابدله فلفل رومي مش شرط بس احمر خلاص اللي عندي في فلفل رومي العادي كمان محتاجة فلفل حار حلقات واختياري زيت زاتون معلقتين كوبارسل صوى ملح وفلفل اسود كامون بابريكا زعتر وللتقزيم طبعا نانيا فرش هاملي هحط كده عندي الطاصة على البتاجاز وحط فيها شوية الزيت الزاتون وبعدين هروح منزلة فيها البصل اهو طبعا لا هصفر ولا هحمر انا بس هدبل وهتبل هدبل وهتبل بس كده وعندي هنا كمان رشة الزاتر وين حط بقى الحاجات بتاعتنا اللي بنحطها بهارات ماء البسيطة جدا كامون الفل اسود ملح بابريكا وين قلب زي ما قلتلكو انا مش بصفر ولا بحمر بصلة انا بدبلها خليها تدبل وخليها ايه كانين تتبل وقلبها كده وبعدين عندي هنا هلاقيها خلاص اتلفت كده في الزيت طبعا انا عندي كل حاجة هنا لو اخدتوا بالكم مش محتاجة تسوية ومليء سمتيه طاجن عشان بس انا كده هدخله الفرن ياخد من ريحة الطاجن حب قليلين قوي فين كده زي ايه اديله طبقة وزي ما قلتلكو الطبقة ده ممكن احط معها بطاطس في السنة المعتمده بشكل كبير على بروتين اللي جايلي من الحمص الحمص بس مش غني ببروتين لا هو كمان يا جماعة فيه فيتامينات واهمها فيتامين سي اللي احنا بنحتاجه جدا جدا في تغيير الفصول بنلاقي نزلات البرد بتزيد بنلاقي ان احنا بنطعب كتير طوم وبصل وحمص ولمون وجنزبيل الحاجات دي مهمة جدا 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 فيه اكلنا الفترة الجاية علشان زي ما بقولكو الحاجات دي مليانة بفايتامين سي طبعا البرتقال هتلاقوا الجوافة سبحان الله كده هتلاقوا كل الحاجات المليانة بتطلع فيه فاصل الشتاء اهو وبعدين اروح حتى الطماطم وطبعا ممكن مدخلهاش على فكرة الفرن ولا حاجة انا ممكن اعلب كل ده هنا وخلاص كده والسلسة وعندي الفلفل وقلتلكو طبعا ممكن الفلفل اخضر مش شرط الفلفل احمر اهو وعندي هنا كمان الفلفل الحار ونحط بقى الحمص بتاعنا وقلب طب الاكلة بتتاكل بايه عايز جدا بتتاكل كما هي كده بتتاكل ممكن على رز خلاص بتتاكل طبعا ممكن جدا قلتلكو لوحدها اهو طيب هي طبق عارفين كده زي طبق سلطة بس طبق سلطة اساسي يعني تاكل كده يعني كوجبة رئيسية بحجم البروسين اللي فيها لجاي من الحمص انا من الناس اللي تحب الحمص جدا هتلاقوني حتى بعمله كتير قوي طيب هعمل ايه بقى هروح اجيب زي ما اتفقنا طاجن واروح انقل فيه كل ده ساشيل ايه هجدي كلها واروق كده الدنيا وانزل بقى يلا عندي هنا كل ده هم اهو واروح مقلبا وحطاله وحطاله طبعا شوية مية سخنين عشان يدخل الفرن يبك بك وياخد كده من ريحة الفرن يا جماعة رهيب و هيعجبكو جدا حبة مية صغيرين بس كده عشان يديني ايه صاص اهو وقلب يفضل طبعا انا اغطيه شوية بوراق زبدة بالفايل علشان ايه علشان الطماطم تنزل ميتها ما يتحروقش معايا فاهميني وبعدين ما لقي في صاص كده وخلاص انا رادية عن كمية الصاص اللي موجودة فيه فاروح ايه كشفية ومتدياله ايه بقى وش الفرن اللي هو بيحلي ايه بيحلي اي حاجة تدخل الفرن كده ينقل الطبق من كونه عادي لكون ايه حاجة كده مغدومة طيب تعالوا ندخلوا ونشوف اللي بعد طيب اللي بعدو هلو بس نشيلي الحاجات دي كلها ونروق الدنيا اللي جايبا يا جماعة فيه نيس كده عاشقة للمشورم وحقيقي المشورم مهما عملت وصفات كتير منه اللاقي الناس بعتالي بيفيان ما عندي وصفات مختلفة ولذيذة للمشورم عندي المشورم ده من الحاجات اللي هي قلتلكو قبل كده طبيعية يعني ما بيدخلش في زراعتها أو نموها أي شكل من الأشكال اللي هي غير عضوية يعني هو حاجة طبيعية جدا جدا علشان كده هو هتلاقوه بيبوز بسرعة قاوية مجرد ما نجيبه نحطه في التلاجة ما عندوش أي موض حفظه ما قولوا كده أول بس كده بوز قفيفا ما عندكيش طريقة حفظ لقى المشورم عندي طبعا أنا جبت المشورم هقول لكم بس كده طبعا قلتلكو كتير قبل كده المشورم ما بيتغسلش أبدا ليه علشان هو الملمس بتاعه مسامي مسامي هو مش مقفول فأول ما بغسله هلقيه أتحول في إيدي زي السفنجة السفنجة فاهميني فما ما ينفعش أبدا أغسله طيب أمال بنضفه زي أول حاجة بعمل كده بفوطة أو منزيل وروح بنضفه بالشكل ده بشيل الطبقة البسيطة جدا جدا اللي على وش إيه المشورم ولكن ما بغسلهوش أبدا أهو طيب وبعدين بعد ما نضفته التنظيفة الحلوة هستخدمه دلوقتي طيب أنا مش هستخدمه وبجيب كمية أحدين بتبوز مني وأنا بحبه جدا في الأكل سواء بقى في مقارونا سواء بقى في أي حاجة أنا بحبه جدا في الأكل أحفظه أحفظه أحطه طبعا مع اللحمة بعمل صصات طبعا بيق المشورم أحفظه أحفظه طبعا بعد كده جوليان وتنزله في طاصة سخنة بشوية زيت زيت وممكن ترحم تببلا تدبيلة بسيطة ملح ويفلفل أسود أو ملح بس وبعدين يبرد تشليه في أكياس الحفظ بتاعتنا بس كده هي دي أحلى طريقة لحفظ المشورم وبعدين أشيله في الفريزر وبعمل على قد الأكلة يعني مثلا كل الأكلة بحتاج نص كيل يبقى إيه هاخد نص كيل لأ بحتاج ربع كيل يبقى أشيل على قد ربع كيل طبعا المشورم عندي بيكون كبير بالشكل ده لكن بعد التسوية بيحصل له بيصغر حجمه بيصغر فما تتخميش في شكله ما تتخميش في كبره هو حجمه بيصغر طيب تعالوا بقى نقوم أصلا الوصفة بتاعتنا النهار ده قلنا طريقة تنظيفه وقلنا إزاي نحفظه طيب هنعملوا إزاي بقى يا جماعة هعملوا ما شوي بالتوم والزبدة وعايز أقول لكم الطبق ده بالنسبية لإختراع يتاكل جنب ده فوايد اللحمة بالضبط بس اللحمة ممكن الأكل منها كتير يضر مثلا تجيب نقرس لا لا ده بقى أولا ما فيهوش دهون يعني لحمة فيها دهون لأ هو ما فيهوش دهون خلاص فهو حاجة بروتين سبحان الله فيها كل حاجة ممكن الإنسان يتمنيها إنهو هيكل أكل صحي طيب عبارة عن ايه بقى كبايتين مشروم سليم بحيله وبعدين زبدة طوم مفروم بقدونس مجفة فأقول لكم كمان بنجف في البقدونس ازاي وكمان محتاج عندي هنا ملح وفلفل اسود بقدونس مفروم تاني تاني هستخدم ايه كبايتين من المشروم وطبعا يا جماعة هو أرخص كتير من ايه من طبعا اللحمة أو الفراخ عايزة زبدة عايزة كمان عندي هنا طوم مفروم وبقدونس مجفة ملح وفلفل اسود وللتقديم بقدونس ونانية طيب أول حاجة أنا حطيت عندي سواء الجرل أو سواء عندي طاصة أي حاجة هستخدمها واروح حط فيها ايه طبعا أول حاجة شوية الزيت الزيتون والزبدة وهقول لكم ازاي بجف البقدونس سريعة جدا البوزون يعني نجيب ونبقى عايزين نحتفظ بالحاجة ونكهتها وريحتها وهب فجأة لقيها ايه بوزة قبل من الحاجة وتبوز عندك اغسليها كويس جدا ونشفيها ونشفيها بالمنازيل وبعدين ندخليها المايكرويل هتتجفف معيكي هوى نعنيع زعتر بقدونس روزنيري ليه بقى لأنه سرارة هو هوا هوا سخن بيخرج هو بيحرق الجزائيات الميا اللي الموجودة في الحاجة بيحرقها فبتخرج فهي كده بتسخن أو عندنا هنا بتنشف طيب لو عايز اعمله مثلا طبيعي فهيبقى نعم هات هاسحب الورقة طيب محتاجة حاجة غير المايكرويف خلاص يبقى طبعا هتحتاجي ان ينسي تعمليه في البلكونة بقى عندك لو فيها شمس لان وطبعا تغطيها بشاشة علشان ما تعملش طراب انا بين البالي المايكرويف ساحل او بقى اختراعية كوتش اليرفراير ده لو موجودة يعني اليرفراير يا جامعة بتجفف جدا جدا تكفيف سريع لي اي حاجة انتم عايزينها ملوخية بقى بقدونس كسبرة اي حاجة انتم عايزينها نعنيع هتجففوها طيب تعالوا بقى انا كده سيحت ايه عندي هنا التوم الزبدة مع الزيت هحط التوم دلوات اهو وبعدين احط عندي هنا المشروب بصوا بقى هسيبو طبعا يستوي وبعدين هروح حط عندي الحاجات التانية اللي هي توم وزي ما اتفقنا هنحط رشة فلفل وملح اهو عايز اقول لكم الزبدة بتطعم جدا جدا المشروب بتخلي طعم حلو قوي وتعالوا نشرش بابريكا كمان مهو وقلت لازم الاول قبل بقى ما حط التوم انا عايز اشوي عندي المشروب وزي ما انت شايفين كده التقليبة دي بصوا لونه خالص قلب من كونه ابيض لكونه متبهر بيق البغارات اللي احنا حطناها لغة عربية فصحة احط بقى بقدونس المجفف اللي قلنا ازاي هنجففه لو مش عندنا ورحش تشتريه ده انا على طول هدخله الميكرويف او زي ما اتفقنا نروح عاملين ايه حطينه بس ده بياخد وقت طب في طبعا بياخد شوية برضو وبعدين بصوا بقى رح حط شوية زيت وغنانين تاني كده واروح منازلة في النص كده التوم اهو لان انا عندي هنا المشروب بيشرب الزبدة والزيت فانا عايزة ايه هقلب بعد كده التوم ده وطبعا التوم ده هنا كمان بيتبهر معايا مكان المشروب هقلب بقى كله فيه ناس تقول لا لا انا مش عايزة توم خلال شلي توم خالص شلي شوية بس كده هو بشوية البهارات طعم الزبدة اساسا لوحده خرافة مع شوية زيت الزتون وقالف هن وزي ما قلتلك بيتاكل جنب ايه شوية روز شوية مقارونا فيه ناس بتلقت المشرم كده لوحده وطبعا الناس بتعمل كده هم وش بيأكلوا اكل صحي وبيخسوا طيب عندي هنا الطاجن خلاص اهو طلع لي وعايز اقول لكم بيحتو حلوة قوي قوي وفيه سوس كمان بصوا اهو شايفين السوس اللي فيه بيقول لكم يتاكل مع روز وصدقوني مع مقارونا ويتاكل لوحده اهو من تحت كده فيه سوس ماشي ماشي براحيل اهو بقزل سخن على ايدي اهو طيب وتعالوا نحط كمان عندنا هنا النعنع ويه بس كده فاضل لي ايه فاضل لي طبق المشرم الخطير ده المتزب اهو رحتو بجنن اصلا رحتو خطيرة ويبقى كده ايه انا خلص اخر حاجة افكار يا جميع غير اهو ايه رأيكم في النتيجة سواء اول حاجة عملناها عملنا الكرمب المشوي وحطناه على ايه على صص من الطحينة والزبادي واستخدمت الفاصولية البيضة عملت شوية تدبيلة للبصل الكرمب كنت مدي له طعم قبل ميت شوية عايز اقول لكم وصفة خطيرة تأكل عملنا البطاطس الباني بصوا شكله اساسا خطير عملنا كمان البطاطس الباني اللي يعني طفولتنا كلنا ما كانش في حد مش بياكل البطاطس دي فاحنا ايه بنحاول نفكر ايه بعض بيها كده وكمان عملنا طاجن الحمص الخطير واخر حاجة عملناها الله المشروم المذبت المشوي طحفة هرش بقى رشة ايه بقدونس كده هو اساسا مش محتاج حجر صندوطش يتاكل مع رز يتاكل كمان مع مكرونة اصلا خرافي وخلصت حلقتنا يارب تكونوا اتبسطوا معي النهاردة ولقيتوا افكار مختلفة تنفذوها طول الاسبوع زي ما قلتلكم مهم جدا ان احنا نفصل في يوم اثنين تلاتة اربعة اللحمة مش اساسية على فكرة يوم لحمة يوم فراخ ده حلو قوي ونحن افكار ممكن نبني بيها حاجات تانية من البوكوليات ممكن ناخدوا من كمان المشروب ياب تكونوا بسطوا معينا النهاردة وبكرة ان شاء الله تلاقونا من واحدة لتنين والعادة الرابعة صباحا بحبكم من كل قلبي باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة